بيبدأ الفيلم في مدينة برلين الألمانية في سنة 1942 وبنتعرف على فريدريتش واللي بيكون شغال عامل تكسير فحم علشان يصرف على نفسه وبنشوفه هو في منجم الفحم بيشتغل الوردية بتاعته وبعد ما بيخلص شغله وصاحب المكان بيدي له أجرة اليوم بتاعته وبعدها فريدريتش بيركب العجلة بتاعته وبيروح صالة تدريب الملاكمة وبنعرف انه ملاكم موهوب وبيحب الملاكمة جدا ولما بيدخل صالة التدريب بيقابل جورجي المدرب بتاعه وبيكون جورجي متضايق جدا منه علشان اتأخر على التدريب وخصوصا لان النهاردة يوم مهم جدا عندهم في الصالة وده بسبب انه عندهم مواجهة مع ملاكمين مدرسة نيبولا العسكرية ودي مدرسة بتضرب الطلاب انه يبقى قادة في المستقبل والملاكمين بتاعهم محترفين في القتال وعلى مستوى عالي وهو مش عاوز يخسر قدامهم والكلام ده بيحمس فريدريتش جدا وبيشجعوا على القتال قدامهم وبيعتذر لجورجي على التأخير وبيدخل القوضة يجهز نفسه للمباراة وفي الوقت ده بيجي مجموعة من طلاب مدرسة نيبولا وبيدخلوا على فريدريتش القوضة وبيكون معهم الشخص اللي يلعب قصاد فريدريتش وساعتها بيستهزئوا بفريدريتش وبيتريقوا عليه وعلى المدرب بتاعه لكن فريدريتش مهتمش لكلامهم ومردش عليهم وبيكرر يرد عليه في المباراة وفعلا بيبدأ القتال بين فريدريتش والخصم اللي قصاده من مدرسة نيبولا وكان فريدريتش متقلق في القتال وبيضرب خصمه بقوة وكان متفوق عليه بشكل كبير وبيوجه له ضربات سريعة وقوية لكن زهنه بيتشتت وبيسرح قبل ما يوجه له الضربة القضية وده بيخلي الشاب اللي بيلعب قدامه يستعيد قوته ويوجه له ضربات قوية وبيقدر يتغلب عليه في النهاية واتقلبت المباراة لصالحه وخسر فريدريتش قدامه وفي الوقت ده كان بيتفرج على المطش شخص اسمه فولجر وده قائد في مدرسة عسكرية تانية اسمها فوهلر وكان بيتفرج على المطش علشان يشوف مستويات المدارس العسكرية التانية وبرغم ان فريدريتش خسر المطش قدام الشاب لكن فولجر عجبه وسلوبه جدا وطلب منه يقدم في مدرسة فوهلر وساعتها فريدريتش قاله انه لسا ما تخرج ورفض العرض بتاعه لكن القائد قدر يقنعه في النهاية وعرفه انه هيبقى ليه امتيازات كتير وانه عرض ما يطرفتش وقاله لو قدمت ورقة بكرة في المدرسة هيتقبل على طول وبالفعل فريدريتش في اليوم التاني راح المدرسة وقدم فيها ونجح في كل الاختبارات وتقبل وبعدها بيروح بيته وبيقول ابوه على العرض اللي جاله وانه تقبل في مدرسة عسكرية وبيطلب منه يوقع له على العقدة علشان يقدر يروح لكن ابو كان رفض الموضوع والدايق جدا وعرفه انه مستحيل يوافق علشان هو مش بيحب هيتلر والمدرسة العسكرية كلها تحت حكمه وعرفه انه هينزل يشتغل معاه في المصنع لكن فريدريتش كان شايف انه دي فرصة ما تتعوضش وكان متمسك بالموضوع جدا فبيقرر يزور قمضة ابوه على العقد وفي الليل بيعرف فريدريتش من البيت من غير ما يعرف ابوه علشان يروح المدرسة العسكرية وبيسيب لأهله جواب يودعهم فيه ويعرفهم باللي عمله وبيروح يركب العربية اللي هتوصله للمدرسة وفي اليوم التاني بيصحى ابوه من النوم وبيلاقيش فريدريتش في البيت وبيقرر الجواب اللي هو سايبه وبيتعصب جدا وبيروح يكسر عجلة ابنه وفي الوقت ده بيكون فريدريتش وصل للمدرسة وبيقابل القائد فولجر وبيقوله انه زور قمضة ابوه وساعتها القائد بيحتلم صراحته وبيوافق يدخله المدرسة برغم انه زور قمضة ابوه وبياخده جوه المدرسة علشان يستلم اللبس بتاعه وبيعرفه على الطالب كريستوف وبيقمر كريستوف يساعده لحد ما فريدريتش يتعول على المكان وبعدها بيروح العنبر السكن وكريستوف بيوري له السرير والدولاب بتاعه والادوات اللي هيستخدمها وبيقوله لازم يجس حالا لان عندهم اجتماع بعد 15 دقيقة وبالفعل فريدريتش بيلبس ازاي العسكري وبينزل لغرفة الاجتماعات وطلب المدرسة كلها بتبقى موجودة ومدير المدرسة بيجي وبيقول خطبة على الطلاب وبيرحب بيهم وبعد ما بيخلص الطلاب بتقف تقول النشيد الوطني وبعدها فريدريتش بيرجع قطه وكريستوف بيعرفه على كل زميله في العنبر وبيبدأ بويليام وبنعرف ان ابو ويليام يبقى رئيس الطبخين في المدرسة وفي الوقت ده بتجيلهم اخبارية ان الطالب وايخر جاي العنبر وبيكون وايخر من الطلاب القديمة في المدرسة وبنعرف انه طالب في السنة التامنة واول ما بتسمع الطلاب الاخبارية بتقف صف عشان تستقبل وايخر واول ما بيدخلهم العنبر بيروح لفريدريش وبيسأله عن اسمه وبيبدأ يتكلمه باسلوب وحش جدا وبيروح للدولاب بتاعه وبيوقعه كله على الارض وبيؤمره ينزل يلعب ضغط وساعتها فريدريش بينفز الامر وبيسمع كلامه من غير ما يفكر وفي اللحظة دي القائد فولجر بيدخل القوضة وبيؤمر وايخر ما يدقيقش فريدريش لانه لسه مستجد وفي الليل بيجي وقت النوم وفريدريش بيلاقي السرير اللي جنبه فاضي فبيسأل كريستوف عن السبب وساعتها بيقوله انهم ممنوع يتكلمه بعد ما النور ما يطفي وبيفضل فريدريش قاعد على السرير ومش بيجي له نوم فبيبص من الشباك وبيشوف عربية بينزل منها شاب وبيلاقي قائد المدرسة بيدله التحية العسكرية وفي اليوم التاني بتسحى الطلاب علشان تنزل طابور التدريب وفريدريش ما كانش عارف يرتب سريره وساعتها بيجي له طالب اسمه ألبرت وبيساعده في ترتيب السرير وبعدها بينزله الطابور وفي الوقت ده بيلاحزوا اخر ان طالب جلادين عامل حمام على سريره وساعتها بينزل يقول المدرب سايك فريد عن اللي حصل ولما بيسمع منه سايك فريد اللي حصل بيأمر جلادين يتقدم عن الطابور ويطلع يجيب المرتبة بتاعته وبالفعل الطالب بينفذ الاوامر وبيجيب المرتبة وبيحطها قدامه وبعدها القائد بيأمره يعمل حمام على المرتبة وبيخلي الطلب كلها تلعب ضغط لحد ما سايك فريد عمل حمام على المرتبة وتهزى قدام المدرسة كلها وبعد ما خلصوا بيروحوا كلهم على القضاء اللي بيأكلوا فيها ومدير المدرسة بيعرفهم على الطالب الجديد ألبرت وبيقول لهم إن والد ألبرت يبقى واحد من أهم القادة في الجيش الألماني وبيؤمر الطلبة ترحب بيه بعدها بتدخل ثلاث نايدلات لغرفة الطعام وبينزلوا الأكل للطلبة وواحدة منهم بتيجى عند ألبرت وبتبتسم له وهي بتنزلوا الأكل وهو كمان يبتسم لها وبعد ما مشت سأل كريستوف عنها وعرفوا إن اسمها كاترين وبلاش فكر فيها علشان مخطوبة وبعد ما خلصوا أكل بيروحوا ياخدوا دروس عن العلوم العسكرية وتدريبات الرماية وألبرت وفريدريش بدأت تتكون بينهم صداقة قوية جدا والاتنين بدأوا يساعدوا بعضا في الدراسة وكان كل واحد منهم متميز في حاجة ألبرت كان مسؤول عن الجزء النظري والمذاكرة وفريدريش كان مسؤول عن التدريبات البدنية وكان بيساعد ألبرت في تدريبات الرماية وبعد ما خلصوا التدريبات بيروحوا لمكان الأكل وبعد ما فريدريش خلص أكل اللي راح صالة الملاكمة اللي موجودة في المدرسة وهناك قابل المدرب هنري واللي توالى مسؤولية تدريبه على الملاكمة وقال لفريدريش إن عنده مهارة كويسة في الملاكمة ولو اتمرن كويس هيبقى أقوى من أي حد بيلعب ملاكمة لكن اللي نقصه التركيز وإنه مايتشتتش وهو بيلعب أي مباراة ونصحه يبقى شديد مع خصومه ومايرحمش الخصم مهما حصل وبيخضوا يوريه صور أبطال الملاكمة اللي خرجوا من المدرسة وبيقوله يجاهز نفسه يتمرن كويس الفترة اللي جاية لإن في بطولة هتتعامل في الشتاء ولازم يبقى مستعد لها كويس لإنه هيختار ويلعب باسم المدرسة وبعد ما خلصوا تمرين بيرجع في ريدريش الأوتو لكن هو في الطريق للأوضة بيشوف جلادن واقف في ساحة المدرسة وهو شايل المرتبة بتاعته وبيتعاطف معه جدا وبيصعب علي جلادن وساعتها بيجي له هنري وبيفكره بالكلام اللي قاله له وعرفه إنه لازم يشيل إحساس الرحمة من قلبه وقال له إن دي الطريقة الوحيدة اللي جلادن هيتعلم بيها وبعدها فريدريش بيدخل قطو وكريستوف بيجيب جوابات البريد اللي بتتبعت للطلاب اللي في المدرسة وفريدريش بيجي له جواب من أمه بتطمن عليه وبعد ما بيخلص إرية الجواب بيروح المكتبة وهناك بيقابل ألبرت وبيعرفوا ألبرت إنه المسؤول عن الجريدة المدرسية وبيحب يكتب مقالات لكن أهله بيش مهتمين بالمقالات اللي بيكتبها وساعتها فريدريش بيشجعوا على كتابة المقالات وبيطلب منه يدي له مقالة من بتوعه علشان يقراها وبعدها بيروح أمه الاتنين من غير محد ياخد باله علشان يرأبوا كاترين لكن هما بيرأبوها بيسمعوا صوت كلاب قريبة منهم في الطيران وتدريبات ميدانية في أرض المعركة وألبرت كان مهتم بكتابة المقالات وفريد كان مستمر في تدريبات الملاكمة علشان يستعد للبطولة لحد ما بيجي يوم المطش والمدرب هنري بيقول لفريدريش إنه لازم يبقى قاسي على الخصم ويدربوا كل قوته وفعلا بتبدأ المباراة والخصم كان أقوى من فريدريش بكتير لكن فريدريش قدر يتفوق عليه وقدر يوقع على الأرض وهنري فضل يقول له يضربوا الضربة القاضية وفريدريش كان متردد جدا لكنه ضرب الخصم ضربة قوية جدا ففكه خلا يفقد الوعي وقدر يكسب المطش والقائد كان مبسوط منه جدا وقال له إنه لو قدر يكسب المطش اللي جاي هيتنيقل لمدرسة برلين الرياضية ودي فرصة محدش يحلم بيها ولما راح غرفة الملابس ألبرت راح وراء وعاتبه إنه كان قاسي جدا مع الخصم وما كانش عنده أي رحمة وساعتها قال له فريدريش إن الخصم لو كان مكانه كان هيعمل كده وأكتر وبعدها بيروح ينام ولما بيصحوا تاني يوم ويخر بيلاقي جلدن عامل حمام على نفسه فبيبدأ يستبزه وبيطلب منه فلوس بدل ما يبلغ المدرب وبعدها الطلاب بيخرجوا ساحة التدريب لإن النهاردة هيتدربوا على استخدام القنابل اليدوية والقائد قال لهم إنه قدامهم خمس ثواني لانفجار بعد شد الفتيل والطلبة بيبدأوا يحدفوا القنابل واحد وراء الثاني لحد ما جهت دور على مارتن وكان خاف جدا لدرجة إنه مقدرش يحدف القنبلة ووقعت منه بعد ما شد الفتيل وعرض حياة كل اللي موجودين للخطر وساعتها جلدن نط فوق القنبلة وانفجرت في الوحده وضحى بنفسه في سبيل إنه أنقص كل زميله والكل كان واقف مصدوم من اللي حصل وبعدها المدرسة كرمت جلدن وعملت له جنازة عسكرية ومنحته سامش شجاعة أما مارتن فترفض من المدرسة والطلاب بعدها بيروحوا ساحة التدريب وبعد ما بيخلصوا التدريبات ألبرت بيعزم فريدرش ييجي يتعشى عنده في البيت يوم الحد لإنه عيد ميلاد أبوه وفعلا فريدرش بيوافق ولما بيوصلوا هناك فريدرش بيبقى بمباهر ببيت ألبرت لإنه ما كانش يعرف إنه غاني للدرجة دي ولما أبو ألبرت بيجي بيقدموا له طورة تعيد ميلاده فبيتأثر جدا وبيشكرهم كلهم وبيعودوا كلهم على ترابيسة العشاء وألبرت بيبقى محضر شعر يقولوا لأبوه بمناسبة عيد ميلاده لكن أبوش بيهتم وبيقولوا هيبقى يقرها بعدين وبيقوم يقول خطبة على كل اللي موجودين وبيشكر كل اللي حضر عيد ميلاده وبعد ما بيخلصوا الكل بينزل للبدروم وبيطلبوا من ألبرت وفريد يدخلوا مباراة مولاكما ضد بعض والقتال كان متوازن بينهم في البداية لكن فريدرش قدر يتغلب على ألبرت ويكسبه والكل كان مبسوط بفوس فريدرش وبعد ما بيخلصوا العيد ميلاد بيرجعوا هم الاتنين للمدرسة تاني لكن ألبرت كان متضايق من فريد جدا بسبب اللي حصل وكان رفض يتعامل معاه أو يوجه له أي كلام ولما بيروحوا لقوضة الأكل قائد المدرسة بيدخل عليهم وبيقولهم إن القوات الجوية طلبت زيادة عدد قواتهم وطلاب السنة التمنى هم اللي هينفزوا المهمة دي والخبر ده خلوايخر مبسوط جدا وبالليل والد ألبرت بيجي المدرسة وبيجمع كل الطلاب وبيقولهم إن في مجموعة من الأسرة الروسيين هربوا من السجن وسرقوا أسلحة ولازم يرجعوها في أسرع وقت واختر مجموعة من الطلاب من ضمنهم ألبرت وفريد وسلموهم الأسلحة والزخيرة اللي يحتاجوها في المهمة بتاعتهم وألبرت بيكون خايف ومصدوم من الموضوع علشان السلحة والزخيرة اللي استلامهم وبعدها بيركبوا العربيات ومعظم الطلاب كانوا متحمسين جدا للمهمة ولما بيوصلوا المكان المهمة بيفضلوا يدوروا على أي أسر للروسيين لحد ما فجأة سمعوا صوت حركة وشافوا ناس بتجري وسط الشجر فضربوا عليهم نار وقتلهم كلهم لكن لما راحوا بيتصدموا لما بيلقوهم مجرد أطفال عزل ومعهمش أسلحة وألبرت كان متضايق جدا وحاول يساعد الطفل لكن أبوه جاه وقتل الطفل بدم بارد وقال له إنه لازم ما يكونش عنده رحمة تجاه أي حد وساعتها ألبرت تصدم من اللي حصل وانهار من العياط وفضل يرجع وطلب منهم محدش يقرب له وبيسيبهم وبيدخل يجري جوه الغابة وفريدرش بيفضل يعاتب صديقه كريستوف لأنه هو أول واحد ضرب نار على الأطفال وبيتخنقوا مع بعض وبيتعصبوا وبيحاول كل واحد فيهم يضرب التاني لكن الزابط وقفهم وقال لهم إنهم هيتعقبوا بالحبس على اللي عملوه وبيدخلهم العربية وفي الوقت ده فريدرش واللي معاه بيشوفوا الزباط الألمان جايبين باية الأسرة الروسيين اللي هربوا وبيحطوهم في حفرة وبيضربوهم كلهم بالنار ولما بيرجعوا المدرسة فريدرش بيتحط في السجن الانفراضي لمدة يوم لكن كريستوف بش بيتسجن وبيرجع العنبر بتاعه علشان ينام وأول ما حط دماغه على السرير بدأ يسمع أصوات من خياله بسبب الأطفال اللي ماتوا وتاني يوم الطلاب دخلوا الفصل بتاعهم والمدرس طلب منهم يكتبوا موضوع عن الشتاء وقال لهم إن معهم ساعة لكتابة الموضوع وبعد مرور الوقت المدرس طلب من كريستوف يقوم يقرأ له وكتبه وبعد ما خلص جيه الدور على ألبرت وبدأ يتكلم عن الأفعال السيئة اللي تعلمها في المدرسة وذكر قصة الأسرة الروسيين اللي قتلوهم وقال إنهم كانوا أطفال مش مسلحين وإن المدرسة كتبت عليهم علشان يقتلوهم فالمدرسة تعصف جدا من ألبرت وخدوا على مكتب المدير وابو جيه المدرسة وعدبوا على اللي عمله وقالوا إنه بكده عرض سمعة عيلتهم للخطر وأمروا يعتذر عن الكلام اللي قالوا لكن ألبرت رفض فابو قالوا إنه هينقله يحارب على الجبهة الشرقية في أوكرانيا كعقاب ليه وبعدها الحراس بيروحوا يخرجوا فريدريش من الزنزانة وبيعرف من باقي الطلاب إن ألبرت عنده مشكلة مع أبوه فبيروح لألبرت علشان يعرف منه اللي حصل وساعتها عرفوا ألبرت إن أبوه هينقله يحارب في أوكرانيا بسبب المقالة اللي كتبها وساعتها فريدريش بيلوموا على المقالة اللي كتبها وبيتعصب جدا من تصرفاته فبيتخانوا مع بعضه وبيفضلوا يضربوا بعد الحد ما بيتصلحوا وبيعيطهم من الاتنين وتاني يوم المدرب بيصحيهم وبيطلب منهم يتجمعوا عند البحيرة المتجمدة ولما بيروحوا القائد بيؤمر أول طالب يقلع هدومه وينزل يقوم في التلج ويخرج من الفتحة التانية وبالفعل الطالب بينفذ الأمر وبيرجع أطو وبعدها بيجي الدور على فريدريش وبينجح هو كمان في الوصول للفتحة التانية وبيجي الدور على ألبرت وبينزل تحت التلج وفريدريش لاحظ إن ألبرت عايز يغرق نفسه وينتحر وحاول ساعتها يكسر التلج علشان يلحقه لكن ما بيلحقش وبيفشل إنه ينقذه وكان مصدوم ساعتها علشان صاحبه غير قصد عينه وهو مش قادر يساعده ولما رجع الأودة كان منهار من العياط وفضل يكسر في كل حاجة حواليه لإنه حزين جدا على موت صاحبه والخبر وصل لبيت عائلة ألبرت والأب يستقبل خبر وفاة ابنه بكل برود أعصاب وقال إنه كان متوقع إن ده يحصل له لإن شخصيته ضعيفة جدا وفي الليل فريدريش بيصحى من النوم وبيكتب نعي على صديقه وبيروح يسلمه المدير المدرسة لكن المدير بيرفض يستلمه لإن ألبرت منتحر والجيش الألماني مش بيعترف بالمنتحرين وبيقوله يركز في تدريباته لإن عنده مطش مهم الإسبوع اللي جاي ولازم يكسبه فبيروح صالة الملاكمة وهنري بينصحه يركز في حياته ومستقبله وينصى اللي حصل لصحبه وبعدها بنروح ليوم المطش وفريدريش بيبقى مستعد للمواجهة وبيدخل هو والخصم من ساحة الملاكمة وبنعرف إن الخصم اللي هيلعب قصاده من مدرسة نيبولا والحكم بيقولهم القوانين اللي هيمشوا عليها وبتبدأ الجولة بقتال شارس بين فريدريش واللاعب وإدر الخصم يوجه ضربات قوية لفريدريش لكن فريدريش قدر يقلب المباراة لصالحه وضرب اللاعب ووقعه على الأرض والحكم بدأ يعد عليه وفي الوقت ده فريدريش فضل يبص حواليه على الجمهور وفكر في صاحبه وحسن اللي هو بيعمله غلط وقرر يسلم نفسه للخصم وسابه يضربه لحد ما وقع على الأرض وخسر نفسه المطش وسط ظهول كل المتفرجين وبعد المباراة فريدريش بيتم استدعاءه المكتب المدير وينك بيأمره المدير يخلع كل هدومه ويلم كل حكته لأنه ترفض من المدرسة وبالفعل فريدريش بيدخل العنبر بتاعه وبيلم حكته وبيوضع أصدقائه وبيخرج برا المدرسة وبيبص عليها للمرة الأخيرة وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكو واللي حبيب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس